جداً أول ما تسمع إن فيه خسخصة في قطاع حيوي زي الغاز مجاز هذه الخسخصة بتنهي فشلاً إدارياً بيروقراطية أدت إلى فشل وبتاخدنا إلى نجاح أفضل إيه اللي بيخوفك ولما شفت طبيعة المشروع إيه ملاحظاتك عليه؟ هو الحقيقة أنا مش متخوف أنا وصل لقناعة نهائية بإنه المشروع ده يعني سيء جداً وضر أيضاً بالمواطنين اللي يفترض إن احنا ندافع عن حقوقهم خاصة في اللحظة دي اللي بيتعرضوا فيها يعني لما يشبه الحرب الاقتصادية من قبل الحكوم إيه اللي يخلينا نوصل للقناعة دي الحقيقة جملة من الأسباب أولها إنه الخسخصة لم تكن حلاً فيه ما مضى عشان تكون حل دلوقت وإحنا جربناها يعني طويلاً وشفنا مراراتها وشفنا هي أوصالتنا لإيه السبب التاني إنه القائمين على هذا الأمر اللي هم الحكومة في الوقت ده إحنا كمان جربنا أداءهم وإحنا وصقين قد إيه هو سيء ومنحاز لصالح أصحاب المصالح الكبرى وضد عموم الشعب المصري ثالثاً إنه النص اللي ما بين إيدينا ده حيدخل القطاع الخاص بشكل مباشر ومش على أرضية إنه بيساعد الدولة أو بيدعمها أو بيقدم خدمة للمواطنين إنما هو داخل بمنطق البزنس يعني هو هيشتغل وهيستهدف ربح وده معناه إنه الدولة بتتنازل كمان خطوة عن واجباتها الاجتماعية تجاه المواطنين وأنا أخشى إنه في نهاية الأمر يعني المواطن البسيط يطرح على نفسه سؤال الدولة بتقدم لي إيه؟ إذا كان كل شيء المفروض المواطن ياخده وياخده بتمنه وياخده بسعره وإنت عارف طبعا إنه ده في إطار اللي حذرنا منه كثيراً وطويلاً اللي هي إملاءات وشروط صندوق النقد للأسف بالتخلص من الدعام يعني صندوق النقد اللي طالب خصخصة قطعات حيوية شوف حضرتك كل اللي بيحصل في مصر النهاردة واللي هيحصل في الأيام اللي جاية ده شغل صندوق النقد من شغل الحكومة لأنه الحكومة بكل تأكيد وبوضوح تنازلت عن إرادتها تماماً إما لأن ما كانش عندها رؤية أو إنها انصحقت أمام صندوق النقد فتنازلت عن رؤيتها وخدت برؤية الصندوق اللي في الملف ده بيقول إيه؟ بيقول الخصخصة للمرافق العامة والتخلص من الدعام وإحنا ماشيين على التوازف الاتنين الخصخصة للمرافق العامة؟ آه طبعاً دون تحديد حتى الحيوية منها المصرية؟ أنا عايز أقول لحضرتك أن ده مش أول إجراء إحنا في 342 قرار بقانون اللي مررهم المجلس في الخمستاشر يوم الأولى حسنوهم بسيئهم بشديد السوق كان فيه مقدمة لخصخصة قطاع الكهرباء وإدخال القطاع الخاص فيه وقريباً المواطن حيلاقي شركة بتبع له الكهرباء وقريباً حيلاقي شركة بتبع له الغاز وشركة بتبع له المية ويدفع ياخد الخدمة ما يدفعش يبقى أنا قطاعها عنه؟ طيب ما أنا أقول لك الفيصل عندي هنا المواطن حيقول أنا هتحمل أعباء جديدة ولا نشايف إنه الخصخصة ده معناها إن تدفع هتاخد يعني المواطن هيتحمل أعمال فين مسؤولية الدولة عن ما هو ده اللي احنا بنقوله إذا ما كانتش الدولة مقتنعة بإن عليها واجبات اجتماعية وهم ما شايفين إنه كده بيقلدوا العالم الحر والعالم المتقدم كويس؟ طيب العالم الحر والعالم المتقدم ده الدولة معليهش فيه التزامات اجتماعية؟ العالم الحر المتقدم الدولة ما بتدفعش فيه بدل بطالة؟ العالم الحر والمتقدم المواطن هناك بيئن لأنه كل دخله تقريبا بيصرفه على التعليم الخاص إذا كانت مدرسة خاصة ولا درس خصوصي وعلى العلاج الخاص العلاج الحر حتى لما الدولة تيجي تعمل ده في وقت هي بتزود عليه الأسعار وتسق الكاهله بشكل لم يسبق لمسيل أنا لا أظن أن فيه سنة مرت باقتصاديا على الشعب المصري أسوأ من 2016 الله لا يعيدها يعني ونتمنى أنه نستقبل 2017 أنه نتخلص من الحكومة اللي كانت سبب في معظم هذا البلاء أجانا دلوقتي أجانا دلوقتي ويدخل القطاع الخاص منطقيا القطاع الخاص داخل يستصمر ويكسب ولا داخل يعمل مشروعات اجتماعية وخدمية لا هو مش جامعية خيرية وداخل يستصمر ويكسب عظيم لو هو عايز يشتغل بالمنطق الخيري موجود ومطلوب وفي ناس بتعمله مبادرات تساعد فيها الدولة وتقدم لها الدعم وتتحمل العبء لكن من خلال هذا القانون هو هيدخل يوصى الخدمة وياخد في مقابلها سعر السعر اللي والإيه بقى؟ السعر الحر هل دا المواطن هيتحمله؟ طيب إذا كان كذلك وهو الأمر كذلك يعني ومشينا في المصار دا لانهيته الكهرباء والمية والغاز والطريق اللي بتدفع النهاردة رسم مرور عليه وإيه لا هلوم مجرة يعني يبقى المواطن حيسأل نفسه هي دي دولة ولا شركة مساهمة؟ يعني أنا النهاردة الدولة بتدفع لي على قد ما أنا بدفع ولا فيه التزامات من الدولة تجاه المواطن اللي مش قادر واللي ما يتحملش والبصير؟ ترجمة نانسي قنقر